أهلاً وسهلاً بكم في عدد جديد من برنامجكم ببساطة هاوليك الحل الله سبحانه وتعالى أعطانا العديد من الرسائل في حياتنا وفي كتابه العزيز أعطانا رسالة قوية جداً ممثلة في نون والقلم وما يسطرون لما تنتبه مع هذه الآية وتتدبر فيها رح تكتشف باللي كان علم آخر بدأ في بداية التسعينيات هذا العلم يسمى لاغرافولوجي العلم هذا باللغة العربية دراسة شخصية الإنسان من خلال الخط معناها أنه ما هوش خط اليد الموجود في اليد الإنسان لكن خط القلم الذي نكتب به ونخط به معناها نستطيع استخراج من خط يدك لما تكتب كتابة نستخرج منها العديد من التفاصيل نقدر نستخرج الحالة النفسية الراهنة لركتمر بيها نقدر نستخرج الأمراض النفسية الحالية وبعض الأمراض العضوية يشوف يستفسر واحد فيكم يقول هل صح نقدر من خلال خطي نستخرج الحالة الراهنة إيجابية كانت ولا سلبية هل نقدر نستخرج صح من الخط أمراضي النفسية الحالية وبعض أمراضي العضوية نقول لك نعم هذا العلم بدأ في بداية الألف وتسعمية بدأ في الغرب ونجح نجاح كبير على مستوى الجامعات علم النفس تجربتي مع الاستشارات النفسية لمدة سنوات خلتني نعرف بأنه هذا الموضوع مهم ومهم جداً وسهل علي عملية معرفة الآخر لما يجيني شخص ويجلس أمامي مباشرةً من كتابته بلا ما يتحدث نقدر نستخرج العديد والعديد من التفاصيل نقدر نستخرج هل هذا الشخص اجتماعي ولا ما هوش اجتماعي نقدر نستخرج هل هذا الشخص يعيش في حالة كآبة ولا يعيش في حالة فرح نقدر نستخرج هذا الشخص ما هي كل أمراضه النفسية وبتفاصيل دقيقة تسأل السؤال وتقول كيفاش هذه وكيفاش راح تصرع أنا راح نبسطها لك ونشرحها لك بتفاصيل بسيطة حاول تفهم معايا في المثال اللي راح نديره لو كان عندنا هاتف الهاتف فيه حاجة نسموها لونتان لونتان هذك يحكم الريزو معناها كين نتصل بك أنت تكون في مكان فيه الريزو وش راح يصرع راح نستطيع أني نحكمك لما تكون فيه مكان خالي ما فيه الريزو لما نعيط ما نحكمكش عليش ما نحكمكش لأنه لم يستطع الهاتف التواصل مع المحيط اللي رأوا فيه هذا الهاتف وهذا الونتان تعالى جسدنا الذي خلق الله سبحانه في أحسن تقويم تعالى على المثال لكن راح نربط به المثال أنت في مثابة الهاتف والبصلة السيسائية في مثابة هذاك الرادار اللي رأوا حاكم ولا لونتان اللي رأوا حاكم الريزو البصلة السيسائية راه تحكم الذبذبات تعالى النفس المربوطة في الجسد نفسنا مربوطة في الجسد بذبذبات متواجدة على مستوى البصلة السيسائية وكما نعرف أنه البصلة السيسائية هي اللي تربط كل الأعصاب الموجودة في الجسد الأعصاب اللي في اليدين اللي في الهجلين اللي في الواجه ومنها استخرج علم لغة الجسد البودي لينجوج معناها كل حركة في الجسد نستطيع من خلالها معرفة الإنسان ماذا يفكر إذا شفتني في هذا الوضعية معناها أنا راني حزين إذا شفت الأكتاف طالعين معناها أنا راني في حالة فرح وتبدأ التفاصيل حيث أن الوجه يحمل أكثر من 75 حركة تستطيع من خلالها معرفة الحالة النفسية تستطيع من خلال حركة اليدين حركة الأصابع وضعية الأرجل إلى الأمام إلى الخلف تستطيع معرفة لغة الجسد لأن النفسية تتعامل مع الأعصاب الآن في القرافولوجي أو في دراسة شخصية الإنسان من خلال الخط رح نشخصه أكثر ورح نروحه للأعصاب المربوطة في اليد الأعصاب المربوطة في اليد التي تمسك القلم هي تدون حروف لما تعود تكتب أنت تدون حروف لكن الحالة النفسية تؤثر على طريقة كتابة الحروف تؤثر على المسافات بين الحروف تؤثر على طريقة وضع النقاط تؤثر على طريقة المسافات بين السطور المشاهد الآن وش يقول والله غير صح الخط تاعي دي ما يتبدل كل مرة نقل خط تاعي تبدل وإن كل حالة النفسية تعملي حنقل خط تاعي تبدل بشكل لما نكون حازين يتبدل بشكل خطي وأنا في الإبتداء ما هوش خطي وأنا في المتوسط خطي في المتوسط ما هوش خطي وأنا في الثانوي الإمضاء انتاعي راه يتغير كل مرة من مرة إلى مرة الآن الناس راه موصلوا إلى تحليل أكبر الشخصيات بالعالم من خلال إمضاءهم يروح يجبد الإمضاء ويجبد تحليل الإمضاء كيف حدث هذا التحليل وأصبحنا نعرفه من خلال رسمة بسيطة صغيرة نشبدو شخصية هذا الشخص نشبدو تفاصيله نشبدو إيجابياته نشبدو سلبياته هذا العلم علم غرافولوجي علم دراسة شخصية الإنسان من خلال الخط يخليك أنه أنت تعرف تفاصيل عديدة قلنا لما هذا الشخص يكتب كتابه هذه الكتابة هي عبارة عن حروف توصل إلينا كلمات لكنك ممارسين ولا كمتمهنين في هذا المجال درسينه نقدر نستخرج أشياء أخرى يسأل المشاهد ولا يتبادر في ذهنه يقول لك أنا خطي ردي الأخر يقول أنا خطي جميل في دراسة الشخصية نحن لا نقارن الخط بجميل أو ردي نحن نقارن الشخص بمقروء أو غير مقروء هذا الخط المقروء أو غير مقروء رح يوصلنا أن نحن نستعمل بعض التفاصيل وبعض الإجراءات وبعض التفاصيل الدقيقة في الخطوط فتحة الخطوط حروف بسيطة الحروف الدائرية الحروف المستقيمة ميلان الخط، ميلان السطر كل هذه التفاصيل سنستطيع ولا سنعرج عليها وسنشرحها بالتفصيل الممل إذا أنتم لقيت عندكم تفاعل في هذا الموضوع وحبيته صح حبيته صح تصبحون من أشخاص الممارسين الناس اللي يقدر يعرف شخصيته من خلال خطه يكمل يكتب وينظر إلى الورقة تاعه ويشوف حالته النفسية تسأل تساءل وتقول لي وانا شفت الحالة النفسية تاعي وان بعد في المستوى الثالث من دراسة شخصية الإنسان من خلال الخط رح نعلمك كيفاش تعالج مشكلتك النفسية من خلال معالجتها على الخط أو ما يسمى بالعكس الفعل لما نفرض على يدي أنها تكتب بطريقة معينة اللي رح نوريها لك رح تفرض على العصب أنه يتحرك بطريقة معينة لما يتحرك العصب بطريقة معينة سيؤثر على البصلة السيسائية والبصلة السيسائية ستؤثر هيها أيضاً على الحالة النفسية وتغيرها تقول لي هل حقيقة أستطيع أنه من خلال تفاصيل بسيطة ولا من حركة بسيطة في حرف معين أو في كلمة معينة أستطيع التأثير على الحالة النفسية أقول لك أنه هذا أصبح من أحدث طرق العلاج في الجامب النفسي وفي تطوره أصبحت الناس تعالج بالكتابة يعطيك نص ويقول لك اكتب لي كل حرف وإن تلقى مثلاً حرف القاف ولا تلقى حرف العين اكتبه بهذه الطريقة لما أنت تفرض على نفسك كتابة هذه الحروف بهذه الطريقة ستوصل إلى مرحلة علاجية أنه تعالج كل هذه التفاصيل وتصل إلى شيء رائع جداً أنه أنت أصبحت من خلال كتابة بسيطة من غير ما تذهب إلى شخص يشخص لك أمراضك توصل أنت تشخص أمراضك أشكركم على مشاهدتكم ونلتقي بحول الله إذا وجدنا عندكم تفاعل في هذا الموضوع وحبيت تعرفوا التفاصيل والحيثيات للخطوط ولتفاصيلها ولهذا العلم الرائع والممتع أشكركم جزيلاً شكر ببساطة هاوليك الحل شكراً لكم